لليوم الثالث على التوالي تتعرض كييف لهجوم روسي بطائرات مسيرة ترك علامات واضحة في شوارع المدينة وقلوب أهالي الضحايا الذين قضوا خلال هذه الهجمات وعلى الرغم من أن المضادات الأوكرانية تصدت لمعظم الهجمات الروسية إلا أن المسيرات الإيرانية رخيصة الثمن تستهوي موسكو لإطلاق المزيد منها لكن الحالة بجملتها لا ترضي الرئيس الأوكراني الذي عاد من لتوانيا محبطا رغم الوعود بمزيد من الدعم بأسلحة متطورة وإنشاء آلية لمساندة أوكرانيا في حربها ضد الروس تصريحات قوية أطلقها زيلينسكي بعد أن أظهر الحلفاء واقعا غير ذلك الذي كان قبيل الغزو الروسي على بلاده تعقيبا على تصريح وزير الدفاع البريطاني بن ولس بأن بلاده ليست موقع التسوق العالمي الشهير أمازون لتلبية رغبات زيلينسكي وعلى الأخير أن يهذب طلباته مراعيا الواقع السياسي والأمنية لحلفائه هذه التصريحات تكشف واقعا جديدا بدأ يتبلور مع رفض أعضاء في الناتو انضمام أوكرانيا للحلف ما دفع زيلينسكي إلى القول أن أوكرانيا تستحق الاحترام الجدل حول ألية التعاون بين أعضاء حلف الناتو وأوكرانيا يأتي في ظل استمرار سجال المعارك وارتفاع أسهم الجيش الأوكراني ما يكشف عن تخبط يعيشه الجيش الروسي بعد أزمة فاغنر هذه الحالة التي يعيشها الطرفان المتصارعان تدفع الأمور لأحد سيناريو هيدنا إما أن تذهب الأمور كما يقول وزير الخارجي الروسي إلى استخدام الأسلحة النووية التيكتيكية كرد على الذخائر العنقودية والأسلحة المتطورة وبعيدة المدى التي يمد بها الغرب كييف أو أن يستمع الجميع لصوت العقل لسيما بعد أن أبدى الرئيس التركي أردوان لعب دور بلاده الوساطة بين روسيا وأوكرانيا للجلوس إلى مائدة المفاوضات وإنقاذ العالم مما لا يحمد عقباه